قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن إنه الذكر الحكيم والدستور العظيم من باع المعجزات من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم فمن قرأه وحفظه وفهم معانيه تجلت له العلوم وجمع الفضل من أطرافه وأحرز الخير كله فلا أجب إن كان الحافظ لكتاب الله خير الناس وأفضلهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن يستمعون القرآن فلما حضره قالوا أنصتوا فلما قد يغلوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم فطوبى لحفاظه والمعتنون بتجويده وقراءته وليبشروا بفضل الله وكرمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناعا للخير معتد أثيم وليجتهدوا أن يكونوا من أهله وأصحابه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه رسول الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم يحتفي معهد جسر الأمانة بتلاميذه المتفوقين وطلب العلم والتفوق فيه يرجع بعد توفيق الله إلى حسن القصد وعلو الهمة وأن كل العوائق لا بد أن تيسر وتزول بإذن الله مع الصبر والمثابرة والإجتهاد كما هو منطوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى جنة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبين الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطير الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الجافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية من بعض حامل من بعض والله سنيع عليم فباسم أعضاء مهد جسر الأمانة أشيد بمجهودات المحفظين وعلى رأسهم الشيخ الفاضل السمحمد الورودي والإخوة الآخرين السعب الطيف المساوي السعب السلام وأيضا وبمجهودات المعلمين والمعلمات على ما يقومون به من أعمال جليلة كبيرة وقيمة ناهجين أساليب الإقناع والإغراء والتشجيع وبهذه الرفعة والخيرية سيكون معلم القرآن مصدر خير كثير لمن يسمعه أو يتعلم عنه أو يجالسه قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن موسيقى موسيقى موسيقى